خلينا نروح لأخبارنا يمكن أخبارنا في البداية كرة اليد زي ما قلنا يمكن جاننا خبر عاجل المنديال اليد بدون جمهور تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور جاء ذلك بعد اجتماع للجنة الأولية للمنديال اليوم برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي اليد والمهندس الشام ناصر رئيس الاتحاد المصر لليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة والحقيقة تقرر إقامتها طبعا بدون جمهور حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وتستضيف مصر البطولة الرقم 27 لكرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري وطبعا زي ما حضركم متابعين أكيد الاستعداد لها والدولة الحقيقة حتى الآن أما بدور كبير جدا جدا ونتمنى إن شاء الله نجاح هذه البطولة لأنها صورة جيدة للمصر وشوفنا الحقيقة البنية التحتية اللي معمولة هنكلم في كل الكلام ده بالتفصيل مع عدفنا طبعا كانت المحمد الألفي في الجزء الثاني من الحلقة انتظروها هيكون عن معنى كواليس كتيرة جدا عن البطولة وعن الفرق اللي وصلت وعن حاجات كتير جدا ننتظرونا إن شاء الله مش هتلاقوا الأخبار دي إلا في برنامج الأبطال إن شاء الله